في غزة اذا هذه احسن اجابة على ما قاله نتليه وهذا الضابط يقول الحقيقة لانه كما قلنا المقاومة تحت الارض هم كل ما قدروا عليه راهوا النسوة والاطفال ويعني السكان العزل معناه وتحتيم غزة تحتيما تقريبا كلية لكن المقاومة موجودة تحت الارض وشاطيره الرأي انا هذه الانفاق لابد لها من عشرات سنوات مش سنوات لانه مش تدخل معناها انفاق وانت لا تعرف اذا كانت مفخخة ام لا شوف شي تطلب من عمل هندسة يعني اقل حق راهوا ولكن انا اعتباري وانعاود للمرة الالف راهوا عسكريا مواجهة رجل لرجل قوات لقوات راهوا انتصار المقاومة في غزة ليس فيه اي ادنى شك عسكريا نتكلم عسكريا ليس فيه ادنى شك وانت تتحدث سيد عميد بيان لحزب الله يقول العدو سينال قصاصه في القريب العشر بالطبع انا متأكد انه ستكون اكبر ضربة منذ بداية الحرب لانه هاتي المرة يعني ابدها كما يقول له هم عندهم مبدأ بسيطة المقاومة اللونية يعني العين بالعين والسن بالسن والبدي اضنى وانا اكد لك راهوا تول حكومة والشعب الصيني في الانفاق انا متأكد انه الليلة ها سيقضون سيقضون ليلتهم في الانفاق بحكومتهم وشعبهم وكل كل معنى مقدراتهم كتائب حزب الله العراق تقول نضعوا كل امكانياتنا بيد الاخوة في لبنان ونحن على اتم الاستعداد للذهب معهم الى اخر المطف تطبيعة الحال يعني ما هو ما هو دور المقاومة العراقية اليوم قاعة عمليات مشتركة المقاومة موجودة العدد الاكبر موجود في لبنان وفي اليمن ولكن هناك زاد مقاومة في الضفة هناك مقاومة في العراق ونتكلم وراءة 30-40 الفة ماش نتكلم على امور بسيطة يعني العملية تعرف العراق ما زال محتلة ما زالت فيه قواعد عسكرية امريكية ولكن شوية تنظيم شوية معناها وقت وهذا الحصول على اسلحة خاصة الباليستية لانه ينتقصهم يزبهم يتجهزوا باسلحة معناها تمكن من الوصول الى اه تل ابيب نتكلم على اه معناها صواريخ فرد صوتية وعلى مسيرات وهذه سيحصل فرد القريب العاجل كما قلنا هي قاعة عملية مشتركة والجميع يعمل مع معظم البعض ويعملون هاتي المرة تحت بن جديد وهو استنزاف العدو وهو ما يحصل واذا ستدخل اذا كان اه طلبة منهم طلبة المقاومة الابنانية سيدخل الجميع باقصى ما عندهم من قوة بردع العدو اخر جملة في بيان اه حزب الله اليوم منذ اه ساعة من الان يقول ان هذا العدو الغادر والمجرم سينال بتأكيد قصصه العادل على هذا العدوان الآثم من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب والله على ما نقوله شهيد نعم ما معنى من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب محرك المقاومة اللبنانية حركت معنى اعوانها داخل اسرائيل وكادوا ان معنى ينجحوا في عملية اغتيال احد القادة الصهاينة معنى كان قابق وسين ادن من النجاح سيحركون كل ما عندهم سيستعملون اه كل ما حصلوا عليه من معلومات بالهدد واحد واثنين واثلاثة وسيقصفون باقصى ما عندهم من صواريخ لانه هذه المرة لابد ان تكون الضربة ساعقة لي يعني ردع هذا العدو عن هذه الافعال المشينة وهذه المناورات وهذا الغدر الخارجية الامريكية تقول نجمع معلومات عن تفجيرات اجهزة الاتصال في لبنان وواشنطن ليست ظالعة في الامر هل هل كانت امريكا على علم بالضربة اليوم في لبنان ليس لي ادنى شك راهو حط في بالك كما المقاومة المقاومة اه يعني محور المقاومة قاعة عامية مشتركة امريكا واسرائيل واحد يكتبوش عليكم وهو بلينكن وهو كله تقطيع وقت وتقاسم ادوار ولكن انا متأكد ان اليوم القيادة الصيونية فيها امريكان وفيها بريطانيون وهذا لا شك ولا اجدال فيه بالنسبة لي لانه ثم امور ظاهرة يا سماح عسكريا مستحيل تجمع قوات في مكان واحد دون ان تكون قيادة موحدة ما يسمى بفرنسا بمعناها بالفرنسا وهي اونيسي دو كومون مو وحالية القيادة مستحيل لانه باش تحرك القوات اذا ما ثماش قيادة مشتركة مستحيل العملية تكون اذا اكت القوات الموجودة في المحر والقوات الموجودة مع الصهاينة وقوات لوجستية اللي يجيب في الذخار كلها اكد لك اللي سياسيا وعسكريا واحد امريكا واسرائيل هي واحد مش ثين